السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زال التشويق والغمض في قضية إنهات اتحاد العاصمة لدى محكمة التحكم الرياضي التص بشأن مواجهته أمام الفريق المغرب نهضة بوركان في نصف نهائي كأس الكاف وكشف الصحوف ياسين بن منور في منشور على صفحته الشخصية بمنصة فيسبوك موطيات مهمة في قضية نادي اتحاد الجزائر ضد فريق نهضة بركان المغربي وذكر الصحوف الجزائري برفض محكمة التحكم الرياضية تص إحالة قضية النادي العاصم على قسم الاستعجال بسبب عدم اقتناع تلك الهيئة بدفوعات المحامي تابع في السياق أن المحامي الذي عينته إدارة اتحاد العاصمة في قضيتها كان بتوصية من الاتحادية الجزائرية لكلة القدم والتي استقلت على الفرنسي أرنو كونستو صاحب مكتب محامات وأكد صحف قنوات بين سبورت القطارية أن المحامي الفرنسي لم يرافع ولا مرة لدى محكمة التصفي نزاع لكلة القدم ولا في آخر الرياضي بشكل عام وفي مطالبه لإدارة النادي قال الصحف إنه على إدارة الفريق توضيح احتجامها عن تعين المحامي الإيطالي المحنك ريغوتسي وسبب استعانتها بالفرنسي كونستو ومن كان وراء اتخاذها لذلك القرار في انتظار ما ستعلن عنه إدارة اتحاد الجزائر في الأيام القادمة وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد